انا مشيت لعمر والحمد لله وكان شكر اولادي اللي الدرعي اللي صيفتوني الله يرضي عليهم وكان قولي يوسف اللي صيفتني انا مشيت انا ما كنتش كان نحس كان نقول انا ما كنتش قيلة ما شطلش الدور اربع ايام خمس ايام ما كنتش اول لها دمشينا والسيدة هذي كنتش هد عليها السيدة اللي كانت سمأ يد وصلناه انا حست سبحان الله لها ليه حرم شي مشتاق لك ما نقول شي مشتاق لك المكان المقدس انا حست ووصلت لوقيته دي اللي جر اكتعايت لي يا سيدة نورا 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 حسيت بولدي كي يقول لي يا ماما حليس عيني يا هذا هو حد صورة نبس واحد شو كي يقولها دلالي قبية حمراء نبسها كي يقول لي يا ماما نوضي نوضي الوجه فسبحان الله قدت لي هاي يوسف قدت لي بس لعلك بغن تتدرينا على الجديد دي القضية دي الابن ديالك الجديد اللي عندي هو اخر مرة مشيت الرئاسة العامة بعد انتظارين طويل لشكاية انهم رفضوا فتح الملف رغم مع معطاية الجديدة اللي اللي ديس بها ولي داروا اللي قالوا لي بانهم اذا انك دمجوا بين الشكاية اللولى والشكاية الاخيرة وعلوكوا كين فرق الشكاية الاخيرة في معطاية جديدة وعليش تدمجوا من الاولى ما هادو ما فهمتوش وتم حفظ الملف لي سابقية البحث هادشي اللي كتبوا ليها يقولوا يسيري لمحكمة السينف او جيل الرباط خودي هذا ديالك الشكاية ديالرد ديالشكاية هادشي لي كينان انتي ما تقبلتيش الحفظ ما ما غاديش نتقبلو انا ما تقبلاش من اللول للطريقة ولا اسميها كيف عملت كيف اشتعاملوا مع هاد القضية الحفظ ما يمكنش يدخل الملف ديالي الحفظ واتسأل علاش مصرين على سميزه علاش العديد من الشكاية مصرين على انهم ما يخرجوش الملف من الاحفظ البالغ اللي كانت صدر قبل اشهر يعني تضمن مجموعة من العبارات بان الابن ديالك يوسف ما ماتش بعد مطاردة بوليسية والدي هم على حسابه في البالغ قال فيه بالزبط ديال الحواج بانه ما ماتش بالمطاردة قالوا بانه كان زي نظامي وكانوا يسرون تذكرت زي نظامي زي نظامي وهذا ما نقشوه مع السلح موش شخصيا كان زي نظامي زي نظامي زي نظامي زي نظامي ولكن ملفقية ركين ملفقية كان ملفقية هو اللي صلخ الولد اللي كان صور وملي ذكرتي هذه عفاك انا في الفرقة الوطنية خدوا عندي تسجيل كيقول فيه واحد الولد ما يفيد بانه شهد اللي مشا من بعد الفرقة الوطنية كيقول بانه خالتي وهذا في المحاضر وموتق عند الفرقة الوطنية كيقول خالتي راها عندي تصورة واحدة لانه في ولاية الام كانوا طلبوا مني تصور دي الولدي وانا نعاية للصاحب وطلع فكاتينين وقال يا خالتي ما كانوش هاتصورة الوحيدة اللي عندي هي هديك والولد اللي صور راها ساكن في الدوار وراها جاء وقال لنا بانه صور وسجل فيديو وتصور وكان ملفقية وقف مع صديق والدي من الموطور هادا كالفات انه لابس الفقية داري مرضيش له البال ديك الساعة على حسب هادشي موتق عن الفرقة الوطنية ويناقشون عليه انا ما عنديش مشكلة قال بانه مراها داري هزوه دوه ومسحوا لي التليفون وضربوه وبخوه بكلمات نابية من بعد هادك الشاب نفسه اللي الشاهد اذكر لي هادشي كله ودخل الفرقة الوطنية انكر تماما انا كنقولها من هاد المنبر باللي عندي شاهد على الشاهد اللي انكر اللي مفهمش علاش دخل الفرقة الوطنية وانكر كل شي اللي كينه برتي مؤخرا وقفة امام البرلمان الوقفة بعدما تسدو علي جميع البيبان ومشيت قررت ان انا مشي كمواطنة وهذا وك حق يوصف المواطن المغربي وهلا كاختنسيونال ديالو اللي باقى سارية باقي اول كاردة دارها والدفعيات وباقي سارية مشيت موتة زامنة مع لوفا هذا عشرين فبراير انا ما كنت شكاة انا اعرف بان انا بحق مشيت على حق ديالو اللي ما كنت شعار فوتصادف انا رقيت مجموعة للصحفيين سمنا يا ودليت بان بغيت حق ديالو بعدما اتصلت بوزير العدل وقال لي السكرتيرا ديالو بان ما عندوش دخل قلت لها انا يا انا بحد فهمي انا قلت لها العدالة مشتقة من العدل يعني قلت كوزير عدل قلت لها قلت لها ما عندو ما يدير لك ميمكن شاة السكرتيرا معا تكونش وصلت الميساج نعمال هاد وزير العدل خصويت تصل بيا او لا لا عفاكم الا كنت غلطة بشي حاجة قلوا لي ايه او لا لا الناس اللي سمعوني يعقبوا على كلابي انا ما عنديش مشكلة مراها تجرأتو واتصلت برئيس نياها اسميتها الرئاسة نياب العامة عايت له وهذا استسمحت منه التوقيت وعلى الجرأة ديالي انا نتصل به شخصين التليفون ديالو قليلا لا احنا هاد شي ما كانا ما نديروش في هادا في تليفون ما كانا ما كانا نقول لها ما عنديوش علي ولا ما عنديوش علي في تليفون سيري ديري الشي خودي رنديفو في بوابة ترى الرئاسة نياب العامة في هادا في تليفون باش دخلي اليها اخصك وحد اسميته تبقى انت اسيلي من منصيبك من اللي تعيط عليك مواطنة وفي ثمانية الليل ثمانية ولا ثمانية ونص انا اعتذر ولكن ما سولتي شرصة كاسيلي علش هاد المواطنة عيطت ليك انا قلت لكم مواطنة متضررة وبأن تسدوا لي جميع البيبان وبأنني ام ده درس معك بالعاطفة ودرس معك بالعقل مواطنة متضررة وشكولة حدتكم مسيديفة ديك البلاسة مع احترام الكبير لكم حدتكم جلالة الملك الله يخليني نتاج فقريوسنا وانتمنى يا ربي مصاجي هذا ولا هاد الفيديو دي يوصل ليه حدتكم تشوفو مصلحة المواطنين المتضررين واش ما كنتو شا سيدي تطرحوا على نفسكم سؤال علش هاد السيدة عيوة تقولي يا سيلي البوابة الالكترونية كنتي غد يبقى عندك الرقم ديالي كيف ما تعود انت اتصلت بي يا سيدي غد قلهم هاد السيدة تصلوا بيها وتجي وشوفوا معايا هاد الميلف ديالي تايلة قلتوا لي يا سيدي لا 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 احنا مصرين على حافظ الميلف غادي نشوفوا بعدها واحد اهتمام من منصبكم او لا لا يعني رغم هاد المدالي فاتت ما زال حرقة عندك في الداخل ورغم انك زرت المقام مشيت للعمرة ولكن رغم هادك شي الالم ما زال مرافقك شوفي ايه انا مشيت لعمرة الحمدلله وكان شكر اولادي اللي الدرعي اللي صيفتوني الله يرضي عليهم وكان قولي يوسف اللي صيفتني انا مشيت انا مكنش كان نحس كنت مكنش انا مكنش كان انا مكنش انا مكنش انا اولا دمشينا والسيدة هادية كتشهد عليها السيدة اللي كانت سما يد وصلنا انا حست سبحان الله لها ليه حرم شي مشتاق لك مانغوش مشتاق لك المكان المقدس انا حست ووصلت لوقيته دي اللي جر كتعيت يا سيدة نورا 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 حسيت بولدي تقدر لا ترد شخص واحد يدرنة مراه يدرنة انات قرتي انا كنت في العمرة من قبل كان سيدك اعطينا الدروس وقال لي للاك اللي انا بغيت ندير عفاك عمرة لي وندير عمرة الولدي وهذا هو الاب دي اللي كتبغى نديرها مهم من اللي هدا كان نطوفو وحد سيد كان يطوفو واش ورقة على التليفون ماركتش مهم هذا الشي اللي سيقول انا الجاني بحالة ما مخشعاش انا بغيت نخرج داك شي اللي عندي لي هنايا اراها انتم عشتوا معايا عام ونص وانا كان جريد حتى افضلنا كان راعي لامي ممانا دمتا انا قدرش نبكي نحن الناس كي بكي وكيرغي وانا كانت كافة بنا دهاليز كوميسر ياس بلا حق دلت فيهم وحا تيقا كبيرة دلت في بلادي تيقا كبيرة دا باش نهو الطالب ديالي انا بخيت حق والدي حق والدي اللي هو حقه في العيش قليلت معايا الناس يجب عليها أن الحموشي داع معايا الواجب لا، انا لا يهمها ما الذي يزعوه؟ ما الذي يجب علينا بشكل المال كما يقولون الناس بيع بلاد بباك على بلاد أمك أنا نبيع الغالي والنفيس على ولدي أنا من 2003 ملت لقص كنت راجل وكنت مره لم أدقيت لكي حد عندي ما يفيد من أنفل والسمك أن أخذ نفقة وعمرني لم يمشي المحاكم لم يمشي المحاكمة نعطيه الأولادي أنا أولادي بداية الحياة وهذا هو الكاخت الكاخت غيشي ديال باقي كان سارين حتى 2020 كان كي الخدم أنا عبط الله وحد النبسة أنا لقيت نسقي فيها جوح الشوالية أشنو بغوني ندير هلاش مينحلوش ينميل كنت أريد أن تتلقي مع البوليسي وتشوفي له في عينه؟ أنا أقول سهل الوالي ديال الضربيضة كان في المكتب ديالهم اللي كانوا يستقبلون يسمى عندهم قلت له عفاك بغيت لقاء غير رسمي بيدور محاضير بيدور نتاشي حاجة نتلاقي هما خمسة خمسة ناس على رأسهم ش شاف ديالهم اللي هو جار له إلا إلا خرجت هذا السمسورة كي بلية كي يكون وقف عند مول البال كي يكون وقف المارشية كي يكون وقف عند مول التليفون كي يكون جيب الباريزي غادي بيه هذا الباريزي أنا حد شفتو شاء هزو غادي بيه لولاده غادي بيه لولاده كي ديالسمن قدام ببضاره شي حاجة اللي ضد القانون أنا ما درتهاش أراه ممكن مشي نتلاقي بيه ما نتوجيش ليهم أنا مبغيت من هادوك الناس وبغيته أنا كنقوله و كنشوفه الكاميرا و أتمنى تكون عيني في عينيهم أنا مبغيت غير أشنو ذلكم يوسف أنتم يوسف قد تحرفوهم زيان شي لو تجيو تقلسوا معي أنا طبيعة الحالة ما غاديش تعترفو لي وهذا من سابع المستحيلات ما غاديش تعترفو لي كان رب كريم و عارف ما في قلوبنا و داري بالحقيقة أنا الشي تجيو تكذبو عليها هيتبردوا قلبي كأم أقسم بجلالة الرحمن لشي نقول لكم وهذا رمضالي دا غادي نقول لكم الله يسمح لكم هلاش الله يسمح لكم ماشي ماشي عطفان عليكم لا حيث ربنا أنا متأكدة غادي يأخذ حقه اللي هلاش بش غدا قدام الله عيوض نسلناكم خمسين عام أنا بغيت ندوز قدام ربي هذا و ندوز وقتي و نمشي و حتى نطاقعه ماشي تقول لكم سير لله ليسمح لكم و نسلناكم أنا يا خمسين عام عدبتوني في الدنيا و تزيزوني تعدبوني في الآخير لا أنا هذا مطلبي من دولتي من المغرب و أنا مواطنة مغربية و أم مغربية الله يرحم لكم الوالدين إلا كانت إلا كانت القانون و بلغت القانون و بلغت الشكايات و اسميته الله يرحم لكم الوالدين هاد الأم اللي كان عندها هاد جوج الأمانات هاد الأمانة اللي هو مواطن مغربي الله يرحم لكم الوالدين أعطوني فرصة نتثبت الحقيقة للي كل شي عارفها و حضرت غير في جنازة دي لواحد الوالد عارفوني الناس و ذكروا لي اسم دي لالسيد اللي كان سابب في الحديثة قالوا لي واحد سيدة قتل لي انا هادك سيدرة كان ساكن عندي أنا أمني هادة قتل شوفيها قتل يا را كان دي ما كيجي عندي كل شي عارفوا اشنو كيدير واش نتوم مخفى عليكم وحنكة الامن الوطني اعباد الله معروفة معروفة على الصعيد العالمي ما نعرفوش عندي الحق ندوي ولا اللوع وتعازي وتضامني مع الام هشام البوليسي أنا كنظر الأم ربي معك الله يربط على قلبك الله يرحم ولدك والله يعطيك الصبر كييتنا وحدة أنا حاسة بك أنا بغيت ربع البحث اللي تقام في قضية هشام